وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمر بن العاص والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وذلك لأحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة نوعية ملموسة باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حضائق الفستات جاء ذلك خلال تفقده أعمال ترميم مسجد عمر بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة له حيث استهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العمل بهذه المشروعات الحضرية على أرض الواقع وخلال الجولة أكد مدبولي أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين مشددا على أن هناك توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتم مراعاة التصميم الحضري ذو الطابع المعمري العريق ترجمة نانسي قنقر